السلام عليكم يوم رح ندلكم وصفة البراج يجو يدوبوا في اليد قبل من الفم شوفوا الطروات تحم ما شاء الله نوك بالنسبة لهذا الوصفة رح نبدأو دابعو بالغرس انا هنا نستعمل هاد الاماك شوفوا عجين التامر الغازة اللي التومر يجي طري ويعني يجي منقى يعني ما رحش تنقو رح تخدموا بهم بيه بلوتو مباشرة شوفوا هنا كيف شاوي يجي طري يعني هنا ما فورتو موالو يعني رح نستعملو مباشرة هنا تضيفولو اربع ملاعق كبار تع مزهر ولا مما تكونش مزهر تقدرو تديرو الماء وشوية تع قرفة وتع جنوه تخبيا دونك بالنسبة الرطل تاع الغرس اكي هنا بعد ما اجنتو جبت ان بابي كويسون نضرتلو شوية زيت ورح نفتحو بواسطة البابي كويسون حيساعدني بزاف هاد العملية لحظو رح نحط فوق لي بابي كويسون ونغلق عليه ونفتحو بهاد الطريقة لانه بزاف طريلو كان تحلوه بالرولو رح يسقلكم بالنسبة للعاجينة انا هنستعملت هاد الكيلة تاع الكاس تعميتين واربعين ميلي لتر انترت الكيلات دونك اغا من سميد متوسط ماما سميد متوسط ماما درنياما ويجي مشي كيما بكري او يجي شوية يعني خشين على بكري دونك يوان بزاف هاد الوصفة زيت لهم الملح والخميرة كيميائية رح نخلي لكم كامل مقادير بالتفصيل في صندوق الوصف وزيت لهم السمن هنه سمن يكون دايب وبارد رح نبسس العاجينة تاعي مليح رح نضيف الحليب الحليب هنه يكون دافي ما يكونش بارد تاني تخيز امبورتن ولاحظو هنه مليح عملية كيفاش نطم لعاجينة لحظو راني غير ندور في يدية شوفو نضور 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 حتى نتحصل على عاجينة هنه وديبيو العاجينة رح تبال لكم جارية رح نخط نغطوها ميندين خلوها ترتاح ورح تشرب هذك الحليب وعلى الضوكي هنه تخلوها ترتاح شوية واحد زيمين و تمام فان تعاودوا تفتحوها تلقاوها باللي شربت بيان هذك الحليب يعني هنه هدا هو القاوة بتاع العاجينة في الاخر كيف كيف رح نفتحها بال بابي كويسون رح يساعد نتان بزاف يعني في العملية رح نفتحها يعني المساحة تاع العاجينة رح تكون ضعف المساحة تاع الغرس والا و بعد رح نحط الغرس هكات كوتي و رح نقلب عليه العاجينة وهنا وين ما تغطى ليش هنا في الحاوف رح ننحي العاجينة ملي كوتي و نحط هات الماء في الحاوف والا باش يعني تحصل على العاجينة باش تكون مغلوقة يعني من كامل النواحي و بعد نسجمها بيان كيما راكم تشوفوا و نعاود نفتحها تاني توجو بال هنا بابي كويسون يعني رح يسهلكم المهمة ورح متعيوش خلاص في العملية هادية دونك نفتحها بسومك أبو بخي واحد 8 مليمتر بون ليحبوها خشينا يديروها خشينا بسينو رقيقة بزف ما نصحكمش دونك واحد 8 مليمتر كاك نفتحها بيان نعدلها بيان ونقطحها على شكل معين دونك شوفو هنايا كيبا اكزابل حب نفتحها يعني بجيمس شوية وشندين جبت برك البابي كويسون شوية هي رح تاخدها ديكلاب فون وانبعد نقطحها دونك النحية هادو مالي بغدو قبل وانبعد نقطحهم هكا وانبعد نطيبهم وانقطحها كيما قلت لكم على شكل معين وانبعد نطيبها دونك بالنسبة لطيب التحال لازم نضروها ابتيفو ما تنسوش فيها الخميرة وفيها الحليب الحليب دا جا يحمر يحمر الحلوة ولا البراج ولا الكسرة دونك رح نحطوها ابتيفو باش طيبنا بيان ولا دونك رح تحصلوا على هات الشكل نحطوه مباشرة في الطاجين ونطيبوها ابتيفو من كلتا الجهتين دونك يشوفو هاد حمرت نقلبوها من جهة الاخرى يعني طريقة بزف سهلة ومقادير مضبوطة رح نخليهم لكم كامل في صندوق الوصف ودي بزف طرية وبنينة ودوب في الفم تقدروا ما تستعملوا هاد الوصفة باش تحضروا للمتقبة تاني نستعمل هاد الوصفة نفسها في المتقبة ونضيرها شوية خشينا ونخليها ابتيفة يعني نفس العجينة وتجي ما شاء الله بالمعجون اه جي روعة الله يبارك يعني ولا دونك هنا تعسوها بيانسور ما تغفلوش عليها بس كمام ديفا تخلوها ابتيفة كي تغفلو عليها تحمر ولا رح تحصلوا على هات الشكل شوفوش حالطرية الله يبارك يعني اه بلا ما نضغط رح تقسم واحدها شوفو ان شاء الله وهذا كل الغرس اه كيدر نالو المزهر ولا الماء رح يبقى طرين يعني ما رحش يبس شوفو ما شاء الله انتمنى الوصفات على اليوم تكون عجبتكم الى اللقاء في صفات واحد اخرين ان شاء الله